1300 تلميذة وتلميذ استفادوا من برامج مباراة التمييز في اللغة الفرنسية إلى حدود الدورة الخامسة الدورة الحالية التي تنظم من طرف المركز المتوسطي للتمييز والتنمية البشرية بشراكة مع الثانوية ابن بطوطة التأهيلية والقنصلية العامة لفرنسا تروم تشجيع تعلم اللغة الفرنسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الدورة الخامسة من الأهدف ديالها هي تشجيع التمييز والتلاميذ ديالنا ومنح فرصة لواحد المجموعة ديالتلاميذ ديال مدينة طنجة مدينة تطوان هاتسانة ومدينة أصلة بالتقاء بعضهم البعض وتقاسم تجاريب تقاسم الأفكار حاولوا واحد الموضوع اللي جعلناه هو المحور ديالها الدورة الخامسة واللي هو اللغة الدورة الخامسة لمباراة التمييز في اللغة الفرنسية تقدم لها نحو 300 تلميذة وتلميذ على أن يتم اختيار 40 منهم لاجتياز المقابلات الشفوية أمام لجنة خاصة لجنة تتكون من أساتذة اللغة الفرنسية وأساتذة المعهد الفرنسي وأيضا مختصون في علم اللسانيات والاجتماعي والنفس مباراة التمييز في اللغة الفرنسية تأتي أولا استجابة لتوصيات وتوجيهات الملكية السامية أولا لتشجيع كذلك التلميذ كل المترشحين على تعلم اللغة الأجنبية الأولى بالنسبة للمغربة أولا وكذلك من أجل أن نرى في التلميذ طاقات مختلفة ومتنوعة من أجل أن تكون لهم إبداعات خاصة في اللغة الفرنسية المترشحون سيستفيدون أيضا خلال هذه المباراة من تكوين خاص بتقنيات التعبير والإنشاء باللغة الفرنسية مباراة التمييز في اللغة الفرنسية ترم أيضا مساعدة التلاميذ على تحضير امتحانات البكالوريا خاصة أن الاختبار يتمحور حول المقرر الدراسي